بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اليوم هو الأول في الامتحانات الإلكترونية لطلاب أول سنة تعالوا نشوف مع بعض خلال الفيديو طلاب أول سنة ويعملوا إيه في امتحان اللغة العربية بس ما تسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك بالقناة دخل النهاردة على منصة الامتحان حوالي 200 ألف طالب وطالبة امتحنوا اللغة العربية الإلكترونية فمختلف المحافظات في إينا وأسوان والجيزة والغربية وشمال سينة وكانت في غرف عمليات مركزية بتتابع سير الامتحانات وبتحل أي مشكلات بتظهر خلال الامتحان وما ننساش أن وزير التربية والتعليم كان أكد أن الامتحانات دي مجرد تجربية يعني هي من غير أي درجات والهدف منها علشان يدربوا الطلاب على الامتحان نهاية السنة وعلشان يشوفوا لو فيه أي مشكلات بالنسبة للسيرفر ويبدو أن هم يحلوها وتم إنشاء رابط للتوقيع الإلكتروني ده الطلاب قولة سنوي علشان يعرفنا أو يحدد النسبة بتاعة الطلاب اللي هم دخلوا وخلصوا الامتحان ومين اللي مقدرش أنه هو يخش الامتحان ويحدده السبب بتاع عدم مقدرته للدخول على الامتحان أو يالأمور والطلاب أكدوا أن امتحان اللغة العربية كان سهل تميز بالسهولة والوضوح كان فيه بعض الجزئيات في مستوى الطالب المتميز لكن في المجمل كان الامتحان يعتبر متوسط أو في مستوى الطالب المتوسط وانتو برضو عرفونا رأيكو إيه النهاردة في امتحان اللغة العربية هل قابلتكو حاجات صعبة في الامتحان فيه حد ما عرفش يخش على منصة الامتحان وحد ما عرفش أنه هو يرسل الإجابات كل ده اكتبهونا في التعليقات عشان نتابع معاكو شكاوى الامتحان كانت فيه بعض من أولياء الأمور والطلاب اشتكوا من أن كانت الشبكة ضعيفة شبكة الإتانيت كانت ضعيفة والطلاب ما قدروش أنه هم يوصلوا للمنصة الامتحانات وفي رابط وزارة التربية والتعليم نزلته وقالت لو فيه أي طالب واجه أي مشكلة أثناء الامتحان الرابط هو أصابو لكم في أول تعليق ياريتي يخش على الرابط ده ويقول إيه مشكلته بالتوفيق للطلاب والامتحانات ديت مجرد امتحانات تجربية يعني ما تقلقوش منها ما فيهاش رسوب وإن شاء الله ربنا يوفق طلابنا جميع شكرا لحضراتكو والسلام وعليطوري